نحن جاهزين أهلا بكم مشاهدينا بعد مخاضن استمر أكثر من سنة وعلى وقع أزمات معيشية واقتصادية متراكمة ومتواصلة وخلافات على الأسماء والحقائب والصلاحيات والمعايير ولدت الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي التي ستعمل كما قال لوقف الإحباط واليأس الحكومة التي ولدت بضغط دولي وفرنسي تحديدا وبمباركة إيرانية أمامها مع تحديات كثيرة وأولها وقف الانهيار الشروع بالإصلاح الحصول على الدعم الدولي والعربي وبالتالي المساعدات وأيضا التحضير للانتخابات النيابية التي قال ميقاتي بالعمل أكد العمل على إجرائها في موعدها وقال سأتصل بكل الهيئات الدولية لدعم لبنان وسأدق كل أبواب العالم العربي فنحن بحاجة لكل الدول العربية مشددا على التمسك بوثيقة الوفاق الوطني في المقلب الآخر الزخم الذي انطلق به المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البطار بدأ بالتلاشي فبعدما دق بالرؤوس الكبيرة بات التحقيق ينحصر ببعض الموظفين نتيجة الحصار والحملات السياسية التي تعرض لها ووضعت له خطا أحمر ممنوع عليه تجاوز وأيضا استضم بالحصنات والحمايات السياسية والطائفية لن نطيل الكلام عن التحقيق فضيفنا اليوم في الاستيديو خبير قانوني واقتصادي وهو أيضا وزير عدل سابق وآت من زمن ليس ببعيد كان فيه دولة ومؤسسات وأيضا كان فيه رجال دولة تروفيسير ابراهيم نجار أهلا وسهلا فيك بسهل خير حلقتنا اليوم بثلاثين دقيقة عبر صوت بيروت انترناشنال ونرحب فيك مجددا رح نبدأ بالحكومة بعد أن نحكي عن موضوع المرفأ انتباع الأول لحضرتك لدى الأعلان عن التشكيل الحكومي شو كان كانت مفاجأة ما بقى نصدق اللي بيجرب لمجرب بيكون عقله مخرب قلنا أكيد أكيد ما رح يقبل لا الرئيس مئاتي بشروط الرئيس عون ولا العكس بالعكس وإذ فجأة تسهلت الأمور وكأنه الرئيس مئاتي يعني هيك بيأب بط مثل ما بيقال يعني مشى الحال مشى الحال يمكن يكون عدد الوزراء بده تدقيق لحتى نشوف كأنه فيه فعلا تلت ضامن أو معطل أو لا الأرجح لحديد هلأ حسب ما عم بسمعه وبقرأ وبشوف وبعرف الأشخاص اللي تعينوا الأرجح هو أنه يعني كانت لمصلحة الرئيس ميشيل عون هالحكومة هاي دي لأنه فيها أكتر بفتكر من ثمانية ممكن وقت الحشرة يكونوا من جانبه بحاجة الرئيس عون بعد لوقت حشرة معالي الوزير من شين شو؟ هلأ هيدا السؤال الحقيقة هلأ رئيس مياتي ما حدا بيقدر يهدده دستوريا بتلت معطل أو ضامن ليه؟ لأنه لما بيسك الرأسه بيقدر يستقيل وبيقيل الحكومة كلها هيدا دستورا هيدا الحقيقة لأنه بالنتيجة عندما يستقيل رئيس الوزارة تستقيل الحكومة حكما طبعا ولكن بفتكر في نواية أو نيات كما يقال أحسن في رغبة بفتكر عند رئيس عون بعدة أشياء من الناحية العقابية في خمس رؤوس يمكن يقال أنه بده هي على ليستا وهالرأس هالرؤوس هيدا حسبه قد أينعت وحان قطافه بالتعينات أصدق أو تغيير الحاكم مصر في المركزي ومنجر فيه عدة رؤوس بس أكيد أكيد ما رح يقبل الرئيس مئاتي فيه أشياء أخرى مثلا أشياء بتتعلق بانتخابات نيابية بتعديل الدستور بقيادة البلاد بأوقات عصيبة مثل مصار سنة 2011 لمطيروا حكومة الرئيس الحريري مع الوزير الملك بين المزدوجين كل هالإشياء هيدا ما نسيناها ما رح ننسيها هيدا الحكومة تألفت هلأ منشوف شو حسنات التأليف ولكن بعد قيد التدقيق وهي تحت المجهر بقى بسعبي أنه هالبلد صغير ومنعرف كل واحد شو هو وكيف بيفكر ومين ربه ومين عدوه ومين صديقه وكيف بيتأثر وكيف بيكون التسكع على أرصفة السياسيين لما بتكون يا موظف يا قاضي يا قاضي سابق إلى آخر مع الوزير الرئيس ميقاتي قال أنه أنا عندي تلتين بالمعنى المجازي واللي بده عطي اللي بدهر برا كأنه في شيء بداخله لقال هذا الكلام وحضرتك عم تشير يعني نوعا ما يعني لو أكيد لهالدرجة ما كان حكي هيك يمكن يمكن الرئيس ميقاتي بيهمه يطمن يلي يفوضوه لحتى يمثل نادي رؤساء الحكومات السابقين برضي يطمنهم أنه ما تعتلوهم أنا ماسك التلتين هاي دي كمانا فيها متل ما تقول تفسير يمكن ينفهم منه أنه حتى لو في واحد برات هالتلتين أو من هالتلتين ممكن ينقلب علي يبقى أنه مقنع مستتر وبالتالي حفظه ماء الوجه التوجه يعني كما قال رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي ليس للمشاكل ولا للجدل السياسي عنا أزمات نحن عنا بانهيار لا وقت تعينات لا وقت تغيير لا وقت فقط للنهود من هذه الهاوية الرئيس عم قال لنخرج من جهنم هلا اللي عم تحكي وبنيك على المقدمة اللي هي صائبة بكل معنى الكلمة شوف أستاذ سلمان نحن عنا شقان اليوم بالموضوع في عنا مريض عم بيموت هذا مرضه اقتصادي مالي حياتي يومي بدك تخلصه هذا المواطن اللبناني مشين هيكي الدول اللي بتحب لبنان عملت المستحيل وحتى الاشياء اللي ما بدنا نعملها عملتها عنا لحتى تقدر تخلص هالمريض من الموت للشعب هالشعب ولكن هاي دي الناحية الاقتصادية المحضة هاي دي كانت الشق يمكن اللي هو جبر هالمساعد القوي الدولي هيدا انه ياخد ضوء أخضر بظرف اقليمي منه مقاتي هعطيك مثل صغير نعم اليوم أمريكا فوضت فرنسا لحتى هي تهتم بالشأن اللبناني وتحكي مع حزب الله وتحكي مع ايران وكمان الشئ اللي بتعلق بسوريا ما نسيت أمريكا تعطي الضوء الأخضر انه اذا بدكن تجيبوا انتو نفط أو غاز عبر الأراضي السورية السورية بالرغم من العقوبات الأمريكية والقوانين الآمرة والناهية هناك اعطتو كمان ضوء أخضر يعني شو يعني فرنسا مفوضة من أمريكا أمريكا سوريا مصر السعودية مبارح زيارة السفير السعودة إلى المعنيين بالتأليف الحكومي كل هالفرقاء اليوم أنا بنظري الرئيس الأوركسترا كان هو الرئيس مكرون الرئيس الفرنسي يلي بده بالاتفاق مع الفاتيكان يعطي هالجرعة هالأنتيبيوتيك هدا لحتى الحرارة اللي بلبنان اللي هي واحده أربعين والمريض بخطر أشت الحرارة لحتى على العليل ما يموت هالمريض وهو على كرسي العمليين يقال أنه الرئيس مكرون يوم بلشت الأصوات تطلع أنه هذا التنسيق العالي المستوى مع إيران كأنه أكتر من تفويد إيراني للإمساك بالأمور باللبنان لا لا هقل لك شعلي هيك قيل حتى قيل أكتر من هيك قيل أنه هل صحيح أنه أمريكا جيرت لبنان لإيران قال هيك كميلا الجواب هو أبدا لا مش صحيح شوف استاذ سلمي لما طلع الرئيس بايدن هذه الإدارة الديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية طرحت السؤال شو لازم نعمل لحتى نتجاوب مع نداء الفاتيكون ونتجاوب مع نداء البطرق الراعي ونتجاوب مع نداء الاتحاد الأوروبي وقد دول الأخرى لحتى نخلص لبنان أمريكا أمريكا ما فيها تفوت بتعريج أو طرق صغيري نعم لأنه إذا بتعطيها أوتوستراد بتفوت فيها بمدرعاتها بأوائلها الكبيرة ولكن هالطرق الصغيرة ما بتقدر له أنا كان رأيي بوقتها أنه يا وليات المتحدة الأمريكية عندكم شغلتين لازم تعملون واحد تدعموا الجيش اللبناني وهذا عم بصير وتفوضوا فرنسا لأنه فرنسا بتعرف أكتر منكم بكل هالطرقات الصغيرة يلي هي ممكن تؤدي إلى حلول موضعية بلبنان يعني فرنسا ما بتفرد بسيادة لبنان ما ممكن تفرد بسيادة لبنان لا يطرف اللي أنا عم بقوله اليوم أنه الموضوع اللي عم نعيشه اليوم فيه شققان شقق اقتصادي مالي حياتي يومي المريض بدنا نخلصه ولو غصبا عنه مهما كلف الأمر هو الجانب السياسي والجانب السياسي يلي هو شهد تفريط إلى حد ما بكتير من الحقوق بكتير من المواثيق بكتير من نصوص الدستور بكتير من العادات والأعراف يعني لسوء الحز بدي إيه لك شالي الله يعينه هالرئيس ميقاتي إديش يعني جلده سميك إدي قدر يلقى خلال 14 حلقة بعد كل اللي صار مع الرئيس الحريري بس هو هو بلع الموس أنا بنصري بلع الموس لأنه مضغوط عليه كمان نعم هو عتروح هو عتعتذر بدنا نخلص المريض بإطار لا عم بتقوله ممكن هذه الحكومة تحصل على دعم دولة لتجي مساعدات وتعمل مفاوضات مع صندوق الناد والجانب العربي هل ستبقى الأبواب مقفلة حتى لو دق الرئيس ميقاتي شوف الشي الواضح الأكيد أنه بالنسبة السعودية وبالنسبة لمصر حزب الله منه حرف بارز هيكي بين في تأليف الحكومة حتى لو كان من وراءه هو وراء الرئيس عون ووراء مستشاري الرئيس عون بالآخر أكيد ولكن ما في شي هيك أبا ممكن أنه تتذرع فيه المملكة العربية السعودية وغيرها مثل دولة الإمارات وغيرهم لحتى يقولوا ها هاي دي حكومة احنا ما فينا نحكي معها هيدولي ما عندن بقى هالذريعة ما في ذريعة هالذريعة من الموجودة حتى لو قيل حكومة حزب الله وحكومة إيران هلأ عن جديد هاي دي منى حكومة حزب الله لا ومنى حكومة إيران أنا بالنسبة لي هاي دي حكومة فيها شيء من الأرجحي للرئيس ميشيل عون ولكن مستترة وغير يعني بيينة بشكل واضح نعم ولكن من تاني مهيل كمان الرئيس ميقاتي عنده سلاح كتير قوي وهو سلاح الدستوري أنه بالنتيجة أنا البدعي مجلس الوزراء أنا بعمل وجده لأعماله أنا بقدر يقيل كل الوزراء إذا أنا استألت هايخلوه يشتغل بهذه الطريقة ما بقدر ما يخلوه ما معودين شو صار مع الوزير وحضرتك يعني هلأ نحن السؤال الجوهري بعد كل هالمقدمات اللي حكيناها وما تفكر إني ما أريد شو غرد فلان وصرح فلان وشو قال فلان إنه هذا أخد وحب تمسك وإلى آخره ماشا كلهم سمعناهم ولكن اليوم الأساس هو خريطة الطريق نعم شو بدنا نعمل where is the beef شو بدنا نحط به هالساندوش شو بدنا نبلش بشو بدنا نبلش هالحكومي هايدي أنا بالنسبة لي يعني الشي الواضح إنه ما فيها اختصاصية آه ما فيها اختصاصية يمكن باستثناء واحد أو تان يمكن بالعدلية يمكن بالخارجية بغيرها ما فيها اختصاصية ومنهم كلهم يعني بمنأة أو بيترفع عن الانتماءات بالعكس تاني شي حكومي كلها محاسسة يعني 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 بالشو توزعوا وزعوا كل محاسسة طب لا شو قعدوا سنة وشهر مجال حيوزعون إجا الرئيس ماكرون قال له ما بدنا إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين ينكبوا على تخليص لبنان ما جيبوا إلا حكومي كلها محاسسة كلها ياتا منتمين كل واحد عنده حبلة أو خات مربوط فيه طب نعم بجيبوهم الأمر مهني لا أنا رح قللك أنا كانت أنا كان في نوع من تحدي بالنسبة لإليه مع نفسي مرة هيكي جربت حط أسماء لتنعشر شخصية يقدروا يجيبوهم لحتى يخلصوا لبنان لأنه كل واحد منه عنده كفاءات عنده اختصاصات مش لأنه منتمل أفلان أو منتمل لها الدولة أو يأتمر بفليتان ما بني بلى لقيت 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 عنا كمية كبيرة كتير من الرجالات اللي هني كلهم مسار المسار العصامي نعم نجحوا بحياتهم أسسوا شركات وأداروا شركات وعملوا إنجازات بالعالم من الناحية الصناعية من الناحية الطبية من الناحية القانونية من الناحية الزراعية من الناحية الصناعية إلى آخر كل هالإشي هدولي موجود عنا اللبنانيين أكفاء بس بدهم مرجع عيلة تركب الحكومة بس بدك مين يجيب ناس طيب لأنه عندهم كفاءة مش لأنه نزلمهم المهمة للرئيس مئاتي صعبة واضح وهو اعترف بهذا الشيء برأيك ولكن الرئيس مئاتي لا يخلو من الحنكة وحسن التدبير ما تنسى هو رجل أعمال نجح بحياته نعم رح نحكي صندوق النقد نعم نعمل إصلاحات حريطة الطريق هاي 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 مفروض بأول اجتماع أو تاني اجتماع لمجلس الوزراء ثلاثة إشيات مات واحد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نعم اتنين قصة الكهرباء بالطاقة فورا يعني يعني بشون ما بدي أحكي عن موضوع كل العالم عم بتعاني ثلاثة موضوع النقد وتوحيد سعد سرط الدولار إذا هالشي بلشنا فيه أخذنا أرار فوري فيه أوكي منكون أعطينا إشارة بارزي وبريق أمل لا هاللبناني المأهور اللي عايش فعلا تحت حد الفقر اليوم خصوصا بعد الكارسة اللي عصابت بيروت ولبنان بقصة المرفأ وانفجار ومات نتجة عن ذلك من من هويلات هلأ الناس عند عامل نفسي يعني الدولار نزل أربع خمس تلاف فور إعلان الحكومة بس بكرة بيرجع بيطلع والعالم ركضوا على التبديل صار فيه طوابير قدام محال الصيرفة وبالتالي هذا أيضا يخلق مشكلة يعني مش هيني هذا بالإنجليز هذا اللعب هذا بيتمو شيب ماركت يعني يعني سوق خرفان كل واحدة بيلحقوا بعضهم يعني اللي قلته معاني الوزير خارط الطريق نحن بانتظار يعني العالم متفائلي ولكن خيفاني يعني متل ما حضرتك بتقول فيه تجربة ما بتخليها هلقات توثق انه هدي الحكومة ستعمل من أجل الناس بتقلع مفروض بأول جلسة رسمية لمجلس الوزراء هالقرارات الثلاثة تتاخد قصد التفاوض اي بعد ما أعلنوا إفلاس لبنان بدون ما يتفاوضوا مع الدائنين اثنين الطاقة بعد ما سروا لبنان ثلاثين أربعين سنة بيتكبد خسائر هائلة وما عنا كهرباء على أربع وعشرين هلقا رفع الدعم على المحروقات ثلاثين موضوع موضوع المال لأنه هذا موضوع المالي ورفع الدعم هذا موضوع حيوي بالنسبة لنا وأموال الناس المحجوزة يلي العالم قادرة تصل هذا موضوع كمان قائم بذاته بس هذا بينتج عن التفاوض مع المجل عن صندوق النقد الدولي حكيت عن موضوع بيروت والكارثة والمرفع لحد الآن القاضي بتعرب رأيك تفرملت طريقة شغله ضغطوا عليه إلى هذه الدرجة أكيد ضغطوا عليه بس ما بفتكر إنه حاية لك إذا بتسمح لي بهال هالعبارة اللي منها كتير أنيقة يعني في منهم بس تكبسهم بيقبوا في منهم بس تكبسهم بيلكوا قاضي بيطار أنا بتمنى إنه يكون من نوعية اللي بس تكبسوا بيقب مشين هيكي كل ياتنا منشجعوا ومنقلوا مشي نحن كلنا معك ما تخاف لا من خطاب هالزعيم ولا من الدفوع الشكلية تبع فلان الفلاني هلأ بالقسم التاني أو بالنصف التاني من شهر قيلول في أربع خمس جلسات بدت تجي أمام رئيس بيطار كل ياتهم من الزعماء السياسيين أو قيادات العسكرية أو الموظفين الكبار تتوقع تجاوب وروقهم تتوقع صدور مذكرات توقيف نعم هيك مش هيك لا عنده بيملفه وين حماياتهم طائفية وين حماياتهم السياسية وين حصاناتهم وين بتروح هلأ أكتار عم بيلوموا لأذي بيطار أنه ولو أنت ليش نقات رئيس حسان الدياب ليش ما دقات بالرئيس ميشيل سليمان ليه ما دقات بالرئيس ميشيل عون ليش ما حكيت عن بقية الوزراء المال غير علي حسن خليل ليش ما حكيت غير عن الاستاذ يوسف فنيانوس كان مفروض أنت تجي تعمل مذكرات ب شاملة بحق بيتان شخص يمكن شو بيصير بالبلغ أسبانيو بينك حتى في منه بيقوله طيب كيف بيدعي الوزير السابق أنه هذا المشنوع يعني كل هالإشية عم نسمعها واليوم اسمعنيها وعم تنكتب وعم تنطبع ولكن أنا بنظري لازم نحط كل ثياتنا بالقاضي العدلي المحقق العدلي الرئيس بيتان لألك ليه صلاحياته اليوم كتير واسعة صلاحياته بتخوف قد بنا واسعة حتى لو قيل أنه في حصنات الحقيقة ما في حصنات بيقدر يطلع أرار ظني فورا أنا هون كنت حقسة لك في حال ما تمت الاستجابة ما في حصنات اليوم والبرهان شوف شو صار بمشروع تعديل الدستور فطس أكيد ما أضره شي شوف شو عم ينقال بموضوع الدفوع الشكلي ما في دفوع شكلي عم تنقبل للآخر لذلك اليوم ما بيكفي أننا نقول كان لازم هو يدعي على كامل مجلس الدفاع الأعلى منذ الرئيس ميشيل سليمان حتى اليوم هذا كلام مش جدي لكن عنده إشياء بعد ما أعلن أكيد عنده بالملف إثبتات أوكي ووثائق وشواهد وشهود ومراسلات ومحاضر كله هذا موجود موجود معه عنده لذلك اليوم مفروض بالقادم يطار يكفي للآخر إذا ما خلوه إذا ما خلوه لسبب من الأسباب أنا رح إليك أستاذ سلمان ما رح تدل القضية محصورة فقط بالقضاء اللبناني أنا عم بإلك هالشي وبعرف ليش عم بإلك اليوم متى ما رجزت الحكومة وصار في سيبي ورجعنا شوي وشوي وشوي أقله بدء بدء إعادة دولة القانون أو دولة المؤسسات نعم إذا فعلا نحن عنا صداقات بالعالم ما في شي بيمنع أبدا نتوجه للقضاء الدولي ممكن متاح اليوم الذهاب للقضاء الدولي نعم لأنه هيدا جريمي ضد الإنساني عاصم تدمرت تقريبا جريمي ضد الإنساني هيدا من صلاحية المحكمة الجنائية الدائمة إلا ما لعلاقة بالمحكمة الخاصة للبنان ماذا خلال ولكن يعني قادر لبنان إذا بفيه تكاليف عرفنا شو صار بالمحكمة الخاصة هيدا مطلوبة من الرئيس ميقاتي الرئيس ميقاتي ما فيه يتنكر لحلفائه يلي ما حدوث ثقة وخلوه يتسمى كرئيس مكلف حتى يقدر يكلف لا يقدر يقلب لذلك اليوم الرئيس ميقاتي في لحظة من اللحظات مفروض ينطفد إذا شايف أنه اللي صار هذا ما لازم يصير لما يقال تحقيق استنسابي ومسيس ومنواقعي وبالتالي إصدار قرار ظني بالطريقة قد يؤدي إلى فتنة بالبلد بيعمل مشاكل هلأ أمين عام حزب الله سيد حسن صلى الله عم بيلوموا لقاضي بيتار أنه اتهميته راحت باتجاه واحد سياسي واحد نعم طيب ما خلس التحقيق طول بيلك برك في غيره مشين هيكي أنا لما بدنا نحكي عن القضاء المفروض نحكي برهبي مفروض نحكي باحترام مفروض نحكي بثقة مفروض نقل له يا حضرة محقق العدلي ثبتنا طمننا ريحنا خدنا معك إلى آخر الطريق خلي العدالة تكون عدالة للجميع نعم وعلى الجميع يعني الأهالي بينطروا العدالة مفروض نعم بروفسار إبراهيم نجار معالي وزير العدل السابق شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم وحضرتك ضايف عزيز دائما أهلا وسهلا فيك مجددا أنا جيت كرمي لك شكرا الشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين